موسيقى اليوم سوف أحكيكم عن قصة سارت معنا في بقبور البيت 1974 لما تخرجت جديد كنت نشيط و أريد أن أسأل مسرحيات كان كتب مسرحية لسي أنا طالب دار معامين بالصف الثالث رابع بحمص اسمه الفجر مسرحية رمزية إيمائية يعني ما فيها صوت كلها حركات كان طولها شيء حوالي عشر دقائق بس كلها رمز حتى المرحوم لما شافها المرحوم جورج الحلاق كان حضران مسرحية بقبور البيت قال أجمل مسرحية شفت بحياتي ونحن نطالعين من المسرحية لا أنسها بحياتي اللي تبع قبور البيت يجعل فجورج الحلاق الله يرحمه لما كنت بحمص رمزي يجعلوك شافها بدنا نخرجها مع بعض وما قدرنا نخرجها لأنه أنا كنت طالب وأروحه وأجي هو مشغول كان عنده محل أحدي مثل ما قلنا سابقا وكما كان يرسم بالبسامير ويأخذ هذه اللوحات التقيلة بالبسامير ويوديها لها دبي وقطر والسعودية ويغضقوا عليه بالمصاري وأنا نقعد عنده بالساعات نحكي أن نسوي هيك المسرحي وأن نسوي هيك وهيك وهيك عجبته الفكرة المهمة سويناها رجعت أنا صرت أستاذ مدرسة ورجعت عقبور البيت استلمت التربية الفنية وفي الساعات المسرحية حطيت الفجر من بيناتهم وسويت واحدة كمان مع شلاها حمد والآن راحات الصور منها للأسف لا كاميرات ولا فيديوهات ولا موبايلات لكن كل أهل قبور البيت كانوا في هذه الفترة يذكروها المهم جبنا بنت رفيعة تبثل الحرية وجبنا صندوق وجبنا ميزان بمثل عدالة وحركات يعني تعبنا بالمسرحية وشلاها حمد نفس الشي معها وصار ضجة لأن استاذ الياس سوى مسرحية لم نسميناها وكوية وبين الطلاب وبين العالم والطلاب حضروا حالهم أنه طياد المسرحية عملناها بالإعدادية سوينا رفعة مثل الصالون سكرنا من وراء وخطينا الديكور ورفعناه شوي والمدرسة الإدارة دعت المعروفين والأغنية والشرطة والمدير الناحية وما خلت إنسان نحن توقعنا أنه يجينا شيء مثلا ألف ويجينا شيء حوالي للتألاف واحد ما بقى فيه محلات قتلوا بعض يعني وهالبوليس يجوا شرطة بالعصايات ويتدفش وبالضرب وبعدوا هالعالم من الأسطح وراحوا بععدوهم ونحن عم سوي المسرحية والعالم مبسوطين وقعدين بالصف الأولاني المسؤولين والأغنياء والمعروفين وجهاء ومسرحية ما شفنا غير ناس تلبكت شو صار شو صار قال والله بعد نهاية المسرحية تقريبا نهاية الحفلة كلها وانا عم تبه فيه شيء مطبيعي والشرطة كثير وسيارات وكذا شو صار قال والله ضربوا حجرة كبيرة اجد انف الشرطة وكسر انف الشرطة بعم صحيح اي والله قال مدير الناحية راحوا كلها ضبضبنا العدة والحالة منبسطت لانه نهاية المسرحية كانت تقريبا وجهوا شاكروني والله مسرحية حلوة بحياتنا ما شفنا هيك شيء كان لبسنا طبعا العدالة لباس عرس وحطينا على التهاج ويدي مفتوحين وميزان يعني قالت له كانت موجودة المسرحية المسرحية الفجر بعدين سمعت انه حتى رمزي جعلوك عمله بحمص بعدما انا اتخرجت راحب بالدورة عنده قلت له صحيح استاذ رمزي سويت المسرحية الفجر لصالح مسرح العمال قال ايه والله سويتها وطلت حلوة وشكرتك فيها وذكرت اسمك وقلت هاي لك العلياس عنتر شب من القامشلي وقلت له يعطيك العافية يعني لا تفرق معي انا سويت المسرحية يأخذها المهم يذكر الاسم انه ما هو سواها راحنا نمنا صار ليل اسمع دق الباب بابنا بقوة شي ساعة تدي بالليل والله امي فاقت رقدت على الباب فتحت ولا اتنين شرطة ابن قرب البيت اين طب واحد قالت هذا الصغير كان بالمسرحية ايه قالت ايه قالت ايه جيبي جابته مسكوه يا الله على مقر الناحية انا كنت تقريبا فاق وعم ما لبس اجت امي بالسيرياني قلبوا بخطوه وقبلوا قطليله يعني رأخذوا اخوك راح يقتلوه هونيك ولبست ديركت ورحت ساعة تدين ونصف الليل فتت عن ناحية والصوات العالم والضرب هذا والله سيدي مو انا وهذا اللي طلع واقفين انا وصلت اخير الساعة هناك فوتوك قال لها باسكين البوليس وحطينه بين المتهمين طلع مدير الناحية قلت لي يا ابو فلان هذا أخي هو يعرفني وعرفني أستاذ مدرسة قال هذا أخوك قلت لي مستحيل هذا يضرب حجر ويكسر لأنه كان مجمي تقريبا وكان يساعدني ثاني ما أقول لي أخوه هو على المسرح ويضرب حجر ولكن يجد الحجر بأنف أخوه قال مزبوط خذوا معك روح والله جبتوا ورجعنا ديركت والعالم تدخل بالفونولياس قل له فلان فلان مين بدك تقول ومين بدك تخلي المهم أعتقد ومسكوا واحد واثنين من الأخوة الكرد وكانوا دربوا كم حجرة أعتقد وماني واثق مئة بالمئة وكان فيه طبعا جابوا ناس عرب وجابوا كرد وسوريان وما خلوا إنسان ما كان موجود كل واحد يحكي اسم ثاني كان معي فلان يروح يجبوه بجوز بقي الصباح وهيك وهيك مرت الحادثة بسلامة أو غير سلامة المهم صار هيك ونرجع لمسلحية تشلاها حمد هاي كان سويناها كوميدية أتذكر كان فيها قصيدة هيك كان حطينا قصيدة ضمنها وهلا بدي فرشتكم صور الشباب اللي كانوا معي كثير ساعدوني بالمسلحية كان في واحد من الأخو الكرد كثير كان يضحك طويل بس كلامه كان يضحك يعني عربيته كان يضحك والموثنين كان يفرطوا من الضحك والجمهور كان يفرطوا من الضحك يعني وفيها انفجارات وشحوار ودكتور يضرب أبر ومن هذا الحكي كان هناك كلمة كتبناهن شلاها حمد طين و جوع و جمد بالليل ما أبيك حيل يا ويلك يا ألف ويل وراسي الله وراح احكي لكم بعدين ان شلو سويت كمان مسلحية وطلقت الأولى على مستوى القطر وفي شهود طبعا وحتى قال عيسى أيوب الشاعر المعروف بالسورية وكان مستلم الطلائع كلها على مستوى القطر ومستلم المهرجانات قدام الكل آخر يوم قال مسلحية الحاسوب الصغير لألياس عنتر ووليد عمر لفرع الحسكي فازت على هذه السنة وكل السنوات الماضية أيضا هذا يقول الكلام للأمانة وكانت مسلحية فيها روبوت بهذه الفترة لبسنا ولد صغير روبوت وكان نحكي على أساس روبوت ومشيناه بشوارع اللاتقية كمانة الاستعراض مرة وموسيقى وكمبيوتر بالأربعة بالتسعين 1990 وكانت فعلا مسلحية ناجحة إلى هدف وهناك ذكر كان جملة جديدة كمان أن الوقت ليس من ذهب الوقت من الحياة كما أقول للطلاب ومشي تهل المقولة ويكفي أعتقد هون يكفي وإلنا عودات أخرى بجزء للمسرح أو غيره وباي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر